سنتحدث في هذا الفيديو عن تصنيف المثلثات يمكن تصنيف المثلثات بطريقتين الأول حسب الأضلع إن كانت متساوية أم لا والثاني يعتمد على قياس زوايا المثلث التصنيفات الموجودة في الأمثلة التالية تعتمد على أطوال أضلع المثلث المثلث الأول هنا هو مختلف الأضلع كما هو واضح من اسمه أطوال أضلعه مختلفة على سبيل المثال لديكم مثلث كهذا هذا الضلع طوله ثلاثة وهذا الضلع طوله أربعة أما هذا الضلع فطوله خمسة إن هذا المثلث مختلف الأضلع لأن جميع أطوال أضلعه مختلفة أما المثلث متساوي الساقين فله ضلعان متساويان على سبيل المثال هذا مثلث متساوي الساقين طول هذا الضلع يساوي ثلاثة وهذا الضلع يساوي ثلاثة وطول هذا الضلع يساوي اثنان لاحظوا أن هذان الضلعان متساويان في الطول إذن في هذا المثلث ضلعان متساويان أما المثلث متساوي الأضلع فيحتوي على ثلاثة أضلع متساوية في الطول على سبيل المثال هذا مثلث متساوي الأضلع طول هذا الضلع يساوي اثنان وهذا يساوي اثنان وهذا يساوي اثنان أو إذا كان لديكم مثلث كهذا طول أضلعه يساوي ثلاثة أي مثلث جميع أضلعه متساوية يسمى مثلثا متساوي الأضلع لاحظتم قبل قليل أن المثلث متساوي الساقين يحتوي على ضلعين متساويين فربما تتساءلون هل يعتبر المثلث متساوي الأضلع أحد أشكال المثلث متساوي الساقين؟ نعم ذلك صحيح جميع أضلع المثلث متساوي الأضلع متساوية لذا فهو يوافق شروط المثلث متساوي الساقين إذن جميع المثلثات متساوية الأضلع هي مثلثات متساوية الساقين لكن ليس كل مثلث متساوي الساقين مثلثا متساوي الأضلع على سبيل المثال هذا المثلث متساوي الساقين وليس مثلثا متساوي الأضلع لأن ضلعين فقط من أضلعه الثلاثة متساويان انظروا إلى التصنيفات هنا هذه التصنيفات تعتمد على الزوايا المثلث حاد الزاوية هو المثلث الذي يكون قياس أي زاوية فيه أقل من تسعين درجة على سبيل المثال لديكم هذا المثلث قياس هذه الزاوية هو ستون درجة وهذه قياسها تسع وخمسون درجة أما هذه الزاوية هنا فقياسها واحد وستون درجة كما تعلمون فإن مجموع زوايا المثلث يساوي مئة وثمانون درجة يمثل هذا الشكل مثلثا حاد الزاوية لاحظوا أن قياسات جميع هذه الزوايا أقل من تسعين درجة المثلث قائم الزاوية هو المثلث الذي فيه زاوية قائمة قياسها تسعون درجة هذا المثلث قائم الزاوية قياس هذه الزاوية يساوي تسعين درجة يمكنكم تحديد الزاوية القائمة بهذه الطريقة ارسموا مربعا صغيرا يدل على قياس هذه الزاوية ويساوي تسعين درجة يحتوي هذا المثلث على زاوية قائمة ولا يمكن أن يحتوي على أكثر من زاوية قائمة تخيلوا الآن مثلثا منفرج الزاوية والمثلث منفرج الزاوية هو الذي فيه زاوية قياسها أكبر من تسعين درجة لديكم هذا المثلث قياس هذه الزاوية لتتأكدوا من صحة قياس زاوية المثلث اجمعوا باقي الزاوية قياس هذه الزاوية 35 درجة وقياس هذه الزاوية 25 درجة يجب أن يساوي مجموعة قياسات هذه الزاوية 180 درجة لديكم هنا زاوية أكبر من تسعين درجة ربما تتساءلون الآن هل يمكن تصنيف المثلث إلى أكثر من نوع حسب الأضلاع والزوايا؟ هل يمكن أن يكون المثلث قائم الزاوية ومختلف الأضلاع في نفس الوقت؟ بالطبع يمكن أن يكون لديكم مثلثا قائم الزاوية ومختلف الأضلاع أطوال أضلاع هذا المثلث 3 و4 و5 وهو مثلث قائم الزاوية يمكنكم أيضا الحصول على مثلث متساوي الأضلاع وحد الزاوية قياس جميع زوايا المثلث متساوية الأضلاع يساوي 60 درجة مما يجعل جميع المثلثات متساوية الأضلاع مثلثات حادة الزاوية ترجمة نانسي قنقر